اهتمام لهذه الجهد والأفراس مشاهدين الكرام ختحت البوابات إذن لانطلاق الجهد والأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها متنافسة في هذا الشوط على مسافة الميل وربع الميل هذه المسافة مسافة الميل وربع الميل مشاهدين الكرام التقدم يبدأ مع اي اتش ان دي وأيضا لندن ستيزن من الداخل في المركز الأول في هذه الأثناء و اي اتش ان دي من الخارج يحاول التقدم في أيضا محاولات للتقدم في هذه الأثناء تحديدا من بريكسيا في المركز الثاني اي اتش ان دي في المركز الثالث في مالندن ستيزن في المركز الأول في سجل السباقي انتصارين في مشاركته الأولى في هذه المنافسة مسافة الالفين متر مسافة الميل وربع الميل لندن ستيزن في المركز الأول بريكسيا في المركز الثاني وايضا اي اتش ان دي في المركز الثالث من الخارج ايضا ماوري دانسر في المركز الرابع يتراجع الآن ليأتي التقدم مع كوماند في المركز الرابع من الخارج لندن ستيزن بقيادة كاميروس وبينا من الداخل يتقدم وبكل قوة بريكسيا في المركز الثاني اي اتش ان دي في المركز الثالث التقدم يأتي من كوماند الآن في المركز الرابع من الخارج التقدم المثير والمنافسة القوية لندن ستيزن من الداخل بريكسيا من الخارج وايضا الحضور والمنافسة تأتي من لغانز الظهوري الأولى في الميدان السعودي فيما التقدم لبريكسيا في المركز الأول بين ستسبيل واي اتش ان دي يتقدم الآن في هذه الأثناء تحديدا للمركز الأول وبقوة يندفع اي اتش ان دي بقيادة محمد ادهام في منافسة مثيرة من بقية الأسماء مشاهدين الكرام اي اتش ان دي يتقدم يحاول الضفر بنتيجة هذا الشوط والمحاولات تأتي من الون ان ذا ستريت بهذه الأمتار الاخيرة الون ان ذا ستريت فعلا يتمكن من الضفر بنتيجة هذا الشوط بعد منافسة مثيرة الون ان ذا ستريت